درواح أخراف أنكم إلى المجوار السلام عليكم ورحمة الله معكم معظو عثمان وفي يوم 30 يونيو كنا مستنين من الصباح بفارغ الصبر الساعة واحدة دي تجيمتين اتوجهنا من الخرطوم لمدينة بحري بالتحديد لمنزل أحد معارفنا في شارع المعونة وصلنا المنزل في الساعة 12 تواجد كثيف لقوات مكافحة الشغل تواجد كثيف لقوات الجنجويد وصلتنا البيت وقفلتنا للباب وكفت أربعة تاتشرات وتمركزت مقبلة على شارع المعونة بقينا ما عارفين نطلع من البيت كيف بقينا ما عارفين الحاصل في الشارع شنو المدينية بقينا بنسمع أكثر من أي حاجة التواجد بتاع الكجير يجب أن يكون خالص في المنطقة تحت المعصفة الناس الذين كانوا يدارون من البيت ونزلوا من التاتشرات ويجبوا يتحركوا وسط الحي علينا التاتشرات فيه كانت تسعة تنفار أو تبانية تنفار علينا فيه كانت تلعة أربعة في كل تاتشرات الهتافات تعلو من بعيد ولكن ما شايفين أي مواكب في الشارع الحركة تحت المواصلات وحركة السيارات تسير بانسيابية ولكن الهدوء ما للشارع التوتر من الجهتين من المواطنين المعارفين الحصة شنو ومن الجنجاويد أو برضو معارفين حصة شنو تواصلنا مع عدد من الأصدقاء في محيط ولاية الخرطوم عشان نعرف تحركات المواكب كيف أقرب موكب لنا كان جاي بشارع المعونة من منطقة شنبات بقينا نسمع الهتافات نحاول نصور من غير ما يلاحظونا قوات الجنجاويد انتقلنا للتصوير بالدرون قدرنا نعرف كمية بتاعة مواكب بدأت تلتقي بالقرب من منازل الشهداء في منطقة المزاد وبدأت المواكب دي تكتر وتكتر من شارع المعونة وتوجهها في شارع الزعيم الأسهري في هذه المنطقة استاد التحرير الساعة واحدة قربت بقينا نسمع الهتافات من داخل الحي وما مرت لحظات إلا وذهلنا بموكب يسير بقوة متوجه من تقاطع المؤسسة للشمال الجغرافي صراحة الموكب وهيبة فاجأتنا وفاجأت كل قوات الجنجاويد وقوات الشرطة أجمل مشهد شفناه في بداية المواكب إن الشباب بيتدافعوا عشان يكونوا حائط بشري بين الموكب وبين قوات الشرطة وقوات الجنجاويد المتمركزة في المنطقة المواكب بدأت تزيد وتزيد وتزيد ونحن واكفين في السطح بنراقب المواكب دي لمدة نصف الساعة نصف الساعة والناس بتزيد شارع المعونة بدأ يمتلئ بالثوار الكلمة واحدة مدنية مدنية الحمد لله قدرنا نصور وتمت مراحضتنا عدة مرات من قوة الجنجاويد لأنه بصراحة هم كانوا تهدينا في الشارع الحمد لله بمساعدة الجيران الحمد لله بمساعدة عدة من أصدقاء قدرنا نطلق ولكن واصلنا مراقبة الموكب على امتداد شارع المعونة وفي قرابة الساعة ثلاثة ونصف بدأت القوات الأمنية بفض المواكب المتواجدة في شارع المعونة تم استعمال كمية من قنابل الغاز المسيلة للدموع كانت في أعيرة نارية بتطلق في الهواء ولكن ما قدرنا نتأكد هل حصلت إصابات من الثوار أم لا للأسف لدواعي أمنية اضطرنا أننا نتوجه من منطقة بحري نحاول نمشي بشرق النيل ونطلق على الخرطوم ولكن الأنباء اللي كانت بتتوارد علينا من الخرطوم ومن أم درمان وحتى من منطقة بحري كانت مفرحة شديد مليونية 30 يونيو نجحت مليونية 30 يونيو خلعتنا نحن قبل ما تخلع المجلس العسكري مليونية 30 يونيو أثبتت أن المواطنين السودانيين كلهم على قلب رجل واحد كلهم عاوزينها مدنية في نهاية بقول لكم شكرا لكم على دعمكم المتواصل وشكرا لكل الناس اللي بدعمونا على بيتريون وبدعمونا على يوتيوب ميمبرشيبس لأنه بفضل الله قدرنا نعمل التغطيات دي ونوصل لكم الحقائق من أرض الواقع في نهاية بقول لكم شكرا لكم المتابعة مع بعض عثمان داقي جرس سلام عليكم ودعواتكم معانا ربنا يغطي علينا جميعا ويغطي على سودانا لغايد ما نستلم مدنية مدنية